المجموعة الأخيرة هنأخذ جزء من أملاح الأمونيوم مع كاشف نسلر زي ما احنا شايفين كده تكون راصب بني طيب نيجي في حالة البوتاسيوم جزء من أملاح البوتاسيوم مع كاشف نسلر زي ما احنا شايفين كده مفيش أي راصب طيب في حالة السوديوم نأخذ جزء من أملاح السوديوم مع كاشف نسلر أيضا مفيش أي راصب إنما الراصب بس في حالة الأمونيوم راصب بني طيب ده مع كاشف نسلر لو جينا كمان مع كربونات الأمونيوم هنأخذ جزء من أملاح البوتاسيوم مع كربونات الأمونيوم مفيش أي راصب أبيض موجود معا طيب في حالة السوديوم جزء من أملاح السوديوم مع كربونات محلول كربونات الأمونيوم أيضا مفيش أي راصب أبيض تكون معا في حالة البوتاسيوم وفي حالة السوديوم طيب مع محلول كوبالتي نيتريت السوديوم ولازم في المحلول ده إنه يبقى حديث التحضير يعني لازم تبقى مجهزه وقت التجربة على طول لأنه لما بيقعد فترة معاك ما بيديش نتائج كويسة فلو خدنا في حالة السوديوم مع محلول كوبالتي نيتريت السوديوم مفيش أي راصب لكن في حالة البوتاسيوم في حالة الأمونيوم بيدينا راصب أصفر راصب أصفر خفيف في حالة الأمونيوم وبيدينا راصب أصفر في حالة البوتاسيوم فيه كمان اختبار مهم جدا للتفريقة بين أملاح السوديوم وأملاح البوتاسيوم اللي هو زي ما تكلمنا عليه في المجموعة الخامسة اللي هو الاختبار الجاف أو كشف اللهب وده زي ما قلنا طريته بعبارة عن أجيب ساق وابللها بالمحلول بتاعي أو أجيب معلقة أبللها بالمحلول أو أن أنا أخذ جزء من الملح الصلب بتاعي سواء أملاح السوديوم أو أملاح البوتاسيوم وأعرضها لللهب المباشر واشوف اللون اللي بينتج في هذه الحالة فهلاء أنه في حالة السوديوم بيدينا لون أصفر ذهبي في حالة البوتاسيوم بيدينا لون بنفسي وده تجربة مهمة برضو بتقدر تفرق لنا بين أملاح السوديوم وأملاح البوتاسيوم وبكده نكون انتهينا من دراسة المجموعة الستة والأخيرة من الشقوق القاعدية ترجمة نانسي قنقر